السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم مطبخ المطلطين مع وصفة جديدة وفيديو جديد الذي نقدم لكم فيه هاد الفطائر هادو اللي كيجيو بدون حليب بدون زبدة يعني كن نصيبوهم غيم من عجيل الخبز فقط وكيجيو كما كتلاحظو بحلاكة رائعين خاويين مفشفشين وكيجيو ديرين بحلس فنج أو للبنياي في المعداق وفي القرمشة كذلك كيجيو زوينين بزاف مقرمشين في نص الوقت كيدوبوا في الفم فقط بعاجين الخبز الذي ندير لكم جوج الانواع بعاجين واحد الذي نخرج لكم جوج انواع انتع الفطائر هادو اللي كن نصيبوهم هكا بدون اختمار وفطائر واحد اخرين هما هادو اللي على شكل خبزة صغيرين هما كيتقطعو بحلاكة قطاع عشوائية بحل الشكل اللي كيحطوهم في المطاعم القبرى كيحطو بحلا هاد الخبزة هكا كيجيو زوينين بزرارة ودي نبدو على بركتي الله في المقادير كما كتلاحظو هنا يا ادي ندير زلفة انتع الفينو وهو دقيق القمحة دقيق القمح داك الرقيق يعني ماشي سميدة انتع البسبوسة وانما داك الدقيق انتع القمح بالنسبة للناس اللي خارج المغرب هما اللي كان شرح ليهم هاد ما كيفهموش هاد دقيق يبقوا يسولوني انه بزاف لي كومنتاق قلت كنشرحو بالتوضيح بش يفهموه وكنضيف كدالك جوج زلايف انتع الدقيق الرطب هو الفورس ملعقة صغيرة انتع الملح جوج معالق صغيرة انتع الخميرة الفورية حبيبات ممكن لكم تسعونوثة المعجونة انا كنفضل هاد الحبيبات يلي كنخدم بها يعني ما كتخسر متاشي حاجة كتبقى عندي مدة طويلة صافي هادو هما المقادير كاملة هنا يمكن لكم تعجنو بالعجانة كما انا كنعجني بالعجانة او اللي يمكن لكم تعجنو يربيد ديكم وهو خاص هاد العجين شوية دلك باش كتجينا زوينا الماء يكون دافي باش كنعجنو العجين نتع الخبز وهذا عادي يعني ما كنضيف واحد شي اضافات من غير هاد الشي هذا وتكون هكا العجين تكون تلتس قبل يد شي شوية تكون خفيفة شي شوية ما كتكونش بحنتع البريوش خفيفة بزاف وانما ير شوية كتلس قبل يد صافي وكنخليوها كنغطيوها ونخليوها حتى كتختامر واحد نصف ساعة بعدها ولا ساعة المهم الوقت الكافي للاختيمار تكتختامر مزيان صافي كنشدوهم بحلقة كنقطعهم قطع على حسب الرغبة كنقطع كويرات يعني على جهد الكف متع اليد ديالي باش كنقطعها على ربعة كتعطينا ربعة المرصويات متع ذك الفطائر هنا كنغمسوا هاد الوجه ديالها كنضهنوها عفوا بالحليب او الللمة اللي كان عندنا موجود نستعملوه نفس النتيجة عندهم وهنا الزلجلان ممكن لكم تستعملو الزلجلال الحمر او البيض هاد البيض مني كي يتقل معاه شوية بحرقة يعطي للون كي يجيزوين كنديروه نزل الجلال في الوجه وفي الظهر ديال هاد الخبيزة هادي كنديروه الدقيق باش يدنا ما كتلسقش كنبقاو نحطو يدنا في الدقيق كما كتلاحظو بهات طريقة هكا وكنقرسوها وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش البارتاج مع العائلة والاصدقاء باش هكا تعوم الفائدة اكتر واكتر وهانتو ما كما كتلاحظو بحال هاكا كي يجي الوجه ديالها مفند بالزلجلان وانا كنفضل هاد زلجل البيض كي يجي صراحة عاطي لون زوين وها هما نديروهم على الشيلاطة باش هدي ندوزهم مباشرة باش هدي نقليوهم حيتاش ما كنخليوهم ش حتي يختامروا انا هنا هدي ندير ثلاثة الحبيبات و هدي ندوزها هدي نكمل بعدها انا العاجين باش ما يخسرش لي هدي ندير منهم ذوك الفطائر وعدا هدي نرجع نقلي هادوك هنا هدي نكمل ذوك الخبيزات اللي بغيت نصيب معاكم ذوك الخبيزات الصغيرة ورين فطائرته هما كندير الدقيق في الظهر والامام كان دير ذوك الزجلان انا درت هنا الزجلان الاحمر وبحال هكا كنقرصوها تكت رجع رقيقين ما كننرقوهاش بزاف يعني بحال الخبز تماما القياس متع الخبز وكان مقاو كان زيدو بحال هكا لكان الوجه خاوي كان زيدو شوية الزجلان من الفوق الزرار المهم هنا يكن ستعملو جميع الزرار اللي عندنا كننوعو بهم كيجي هنا هكا منوعين وكيجي وزوينين كناخدوش قطعة او لجرارة وكان قطعوهم بحال هكا قطع عشوائية ومباشرة من بعد ما كان قطعوهم كنديروهم في الشيلاطة اللي كان كنو حاطين فيها دقيقة باش ما يتلسقوش لنا او لا كان كنو دايرين اه ورق الطبخ وهنا يا دي ندوزل الخبيزة الثانية انا اللي درتها هيا في السانوش هنا كنقول لكم اي زرارة كانوا عندكم يمكن لكم تديروهم راهم كيجي وزوينين وكيجيوا في نفس الوقت بحالكات الخبيزة منوعين كل شكل مغاير على الشكل الاخر ودي نمشي مع هاد الخبيزة هادو كاملين هكا حتى دي نساليهم ونخليهم يختمروا مدة كافية حتى يختمروا مزيين نغطيوهم حيتاش خصوصا هاد الوقت هادي كيل لبرد نغطيوهم او لا نسخنوا الفران من قبل واحد مهم غين ندفيوه شي شوية ونغطيوهم بمنديل ونخشيوهم في الفرن نخليهم حتى يختمروا بالنسبة لهذا الفطائر او للخبيزة راهم ضروري ما كنخليهم يختمروا باش كيجيونا زوينين اما الفطائر الاخرين الفطائر اللي كنديروهم في المقلات هما بحل هادو بمسالية هادو كورجعت ليهم هادو ماشي ضروري انهم يختمروا يكن قرصوهم مباشرة كنخليهم يختمروا الخمرة اللولى صافي يكن قرصوهم صافي كنديروهم مباشرة بحل هكا كنخلي كنديروهم في المقلات في زيت اللي كتكون سخونة وكنجهدو عليهم وكرردو لهم البال حيتاش راهم ضغية ضغية كيتحمروا ضغية كيوجدوه وكنبقى بحل هادو شكل هاكا كنديرو الزيت من الفوق باش كتنفخوا لنا هادو الفطائر هادو وكرردو معهم البال اه صراحة راهم ضغية ضغية كيتحمروا كيجيوزوينين يعني ما كياخدوش لنا الوقت بزاف ضغية كنوجدوهم اللقوتي ولا 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 الفطور المهم غيجربوهم راهم ادي يعجبوكم يعني ساهلين فاش كنعجنو الخبز ندوزو واحد جوج خبيزة صغار كندوزوهم جوج خبيزة اولى ثلاثة كنقطعوهم بحلقو كنقليوهم ونفطروا بيهم ولا في العشية القوتي وانتوما كما كتلاحظو كيجو مجاعبين وخاويين من الداخل يعني كيجو داين بحرش شكل انتع سفنجو الباني في نفس الماضاق ويعني ساهلين ما فيهم لما داق مقادير لا تشي حاجة يعني جد اقتصاديين كنديروهم غامل الخبز يعني في نفس الوقت اللي كنعجنو فيه الخبز يمكننا نخرجو هاد الفطائر هادو وهنايا كما كتلاحظو هاد الخبز هاد اول هاد الفطائر هما خليناهم اختامرو غطيناهم حتى اختامرو صبح شكل ديالهم بحل هكا كندخلوهم الفرن اللي كيكون على درجة ميتين درجة كان نديرو الفرفارة باش كتتوزع الحرارة بالتساوي باش كي يعطونا هاد اللون هاكا بحل هكا كم ذهبين كان ديرو الاولا كان الفرن غل الفرن العادي رح راكم عارفين بحل الشكل انتع الخبز يعني الطريق انتع الخبز كان كنو سخناه من قبل ضروري يكون سخون من من قبل باش كدغيك يتنفخ ويتحمر وهدا هو الشكل ديالهم كما كتلاحظو كيجو زوين وخفاف ورطب انا هندر ثلاثة شكلات يعني هادا بزرارع وزلجلان وواحد بالسانوج وواحد غير بالزلجلان وهكا كنبدلو واحد شوية ما كان مقاوش دي ما كان ديرو الخبز العادي مرة نبدلوه بحل هكا مرة مرة نبدلوه بحل هكا واللي عجبكم الفيديو ما تنسوش البرتاج مع العائلة والاصدقاء ونخليكم في امان الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله اشتركوا في القناة